موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنبدأ بالدرس الثامن من الدروس التعليمية للجابا سيكريبت قلنا بالدرس الماضي عن نوع جديد من الـ variables وقلنا عن الـ functions المستخدمة في الـ array والـ array عبارة عن شيء ممتع بانه ما في الها عدد محدود من انه الواحد يستخدم فيها لانها عبارة عن انت بتشتغل على sequence من الـ variables فبتكون الافكار اكتر اليوم رح نحكي عن اشياء هي عبارة عن اشياء تكميلية فقط يعني مش اشي جديد بس هي عبارة عن اشياء موجودة بالجابا سيكريبت واحنا رح نستعملها طبعا هي حلوة وبنشوفها كثير بالمواقع مستخدمة اللي اسمها strength object اذا الموضوع اليوم هو عبارة عن strength object اش يعني strength object strength object هي عبارة عن object بتكون عندي موجودة بالجابا سيكريبت و انا بستخدمها كيف بستخدمها بحطها جوه مثلا انا كتبت variable d variable d equal كيف باكتبها اول اشياء طريقة string object الاول اللي هو بكتب كلمة new طبعا كلمة محجوز اخذناها المرة الماضية للرعي dynamic array و بكتب جنبها كلمة date بدي capital بحط قوسين فاضيات وسميكولم هاي بالنسبة لاني هيك حفظت ايش string object هاد string object بيحتوي على date و حفظته جوهدي هلا كيف بدي اطبعه او اعرف شو تخزن جواته من خلال document.write document.write write بدي اطبع جواها اللي هو d اوكي نعم نسيب اشوف ايش راح يطبع لي هان طلع طبعلي strings object اللي انا خزنته من خلال كلمة new date هو عبارة عن function هاد الفونكشن موجود طبعا وين من خلال جهاز الكمبيوتر باخته اللي هو طبعلي اليوم اللي هو فرايدي مارش عشرين 2015 طبعلي الساعة طبعلي احنا باي توقيت ماشين jordan standard time هاي بالنسبة للفونكشن الاول اللي هو بستخدم في string object اللي هو الفونكشن الاول اللي هو new date حتى اطبع طيمته من خلال document.write اللي الفونكشن الثاني اللي بنا نحكي عنه اللي هو انا بدي شغلي معينة من هاد ال date مش هو ال date اعطاني sequence كاملة او strings كاملة انا بدي جزء منها يعني بدي مثلا بس يعطيني انه اليوم فرايدي بدي يعطيني انه هيك مارش عشرين 2015 او بدي يعطيني بس الساعة هاي طبعا الها function built in موجودة داخل الجافا سكريبت وانا بس بستخدمها لو جيت عرفت انا طبعا معرفة variable D سوالي string عبارة عن date ببلش اخد منه المعلومات اللي انا بدي اياها فلو جيت مثلا حكيت له variable A equal D اللي هي string اللي انا حفظت جواها date dot dot يعني اعطيني منها من D اعطيني جزء منها اش بدك تعطيني منها بكتب كلمة get هاي عبارة عن functions كلها built in محجوزة يعني معرفة من خلال برمجية get date هاي الget date رح تعطيني تاريخ الشهر بس هلا رح اطبعها طبعا الشغل الثاني اللي هي بكتب variable ثاني بسميه بي equal بدي منه D dot اش بدي منه ما بدي الget date بدي يعطيني get day get day فبحكي D dot get day طبعا بدي capital بتلاحظوا دائما انه الحرف الثاني من الحرف الاول من الكلمة الثاني من اي function built in بيكون capital get day هاي الget day رح تعطيني اليوم اللي هو اليوم زي مثلا كلمة friday اوكي طبعا بعطيني اياهم الايام مش كلمة friday بعطيني اياهم رقمين من zero لستة ورح نشوفهم كيف هلأ في عندي كمان شغلة اللي انا بدي السنة فبحكي variable C equal D dot get full year طبعا الف capital اوكي رح يعطيني تاريخ السنة هلأ في عندي كمان function variable E equal D dot كلهم هدول عبارة عن built in حكي انا بنستمد قيمتهم من الدي اللي انا بعرفها بالاول عرفت date هو عبارة عن string object الباقيين هون بكونوا عبارة عن built in function فقط بكتب اسمهم باستمد قيمتهم من الدي اللي عرفتها بالاول فلو هون حكيت variable E equal D dot get بدي الساعة في اشي اسمه get hour اوكي وكمان واحدة اللي هي variable F مثلا equal D dot D dot في عندي كمان بتطبع لي الدقائق اللي هي get minutes وفي عندي كمان واحدة بتطبع لي الشهر عبارة عن رقم اللي هي كمان variable G equal D dot get month وفي اخر واحدة اللي هي بتطبع لي الثواني فبتحكي لها variable variable H equal D dot get seconds هكو بكون عرفتهم هلا كيف بدي اعرف قيمتهم خليني من خلال document dot right document dot right اول شي رح اطبع ال D خليه اطبع لي اياها طيب هلا بدي كل مرة خليني اعمل بي ار د plus 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 e c بس عشان اطبعهم كلهم than plus c plus c g g يلا خلينا نطبعهم لدي على البراوزر يمكن انهم ما يطلعوا وهم ما طلعوا لانه ممكن السكريبت المشكلة من البراوزر بس المهم انه هاي عبارة عن الفونكشن البلد ان انه عندي انا بعمل نيو ديت هو عبارة عن سترينج اوبجيكت بحطه بخزنه جوا فيريبل وهذا الفيريبل بصير استخدم السترينج لجواته من خلال البلد ان فونكشن في عندي قد ديت قد دي قد فول يير قد اوارز قد منتز قد منتز قد منتز قد ساكنز وبطبعهم من خلال التكيومن دوترويت طبعا منشوف زيهم كتير بالمواقع انهم بكتبوا لنا مثلا تاريخ انه دخولي على الموقع او مثل زي هيك اشي هاي بالنسبة له البلد انج فونكشن الخاصة بالديت والدي واليير وهي الشغلات هلا رح نحكي عن الاشياء اللي هي السترينج السترينج اوبجيكت الثانية اللي هي كيف انه بتكون عندي سترينج وهذه السترينج انا بقدر اني اغير عليها لو جينا مثلا نعرفنا variable x equal بس هدول بدي احطهم بكومنت بدي انه لو كانت فيه مشكلة ما يعارضوا علي variable x equal string هاي السترينج هاي everybody اوكي هلا هاي السترينج بدي استغل عليها في عندي فيها اكتر من فونكشن ممكن استخدمهم حتى اني اغير بشكلها في عندي ممكن اني اكتب اول فونكشن طبعا هاي عبارة عن سترينج اوبجيكت نفس الديت لكن هاي عبارة عن سترينج انا بخزنها جواها وبصير استخدم built-in فونكشن حتى اني استخدم منها يعني هم مش كثير بس يعني من اساسيات الجافا سيكريت طيب اول شي طبعا كلهم ب document.write 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 لا الاشي اللي انا بدي احمله اول واحد اللي هو عبارة عن x.character at ايش اللي انا character at اوكي بعمل زي هيك قوسين و بحط هون بينهم position يعني انا بدي احطيني string هاي من عند character رقم اربعة فهو بروح بيدور هاي zero one طبعا ببلش عد من zero zero one two three four فبطبع لي كلمة very body اوكي اذا هاي مفروض انه يطبع كلمة very body هاي هاي بالنسبة ل x.character a بطبع لي سوري هاي ما بتطبع لي very body مظبوط انا بحط فيها position البوزيشن لكن اه لكن انا لطبعة position عنده الرقم اربعة اوه هجو بتروح بتطبع لي مثلا هون حرف اه الحرف اللي عندي البوزيشن اربعة فرح تطبع لي حرف البوزيشن بتروح بتدور على البوزيشن zero one two three four بتطبع لي حرف البوزيشن اوكي اذا تطبع character واحد مش string كاملة الشغل الثاني اللي بنا نحكي عنها ال string الثاني او البلت ان فونكشن الثاني اللي هو index of x.index of و هون بحط بينهم ال string اللي انا بدي اعرف ال index تبعها هون مثلا لو حكيت له كلمة every بروح هون بدور لي علي هاي ال index of لل search هاي تخصص search بتروح بتبحث عنهم بدور عليها بال string اللي اسمها variable x و بروح بدور عليها بيعطيني البوزيشن تبعها بوزيشن لاول حرف يعني zero one two three فهون رح يطبع لي رقم ثلاث اللي هي بيدور عليها هلا اذا راحوا ما لقاها يعني مش موجودة فرح يرجع لي سالب واحد اوكي طيب اللي بعدها اللي هي string dot replace اللي هي يعني اللي هي عبارة عن string dot replace هاي اللي string dot replace بتاخد two things two string اللي string الاول اللي هي الكلمة اللي انا بدي ابدلها اما اللي string الثاني فهي الكلمة الجديدة اللي بدي ابدلها محل محلها مثلا every نخليها اللي هي every بال اوكي هاي بالنسبة ل x dot replace فهون رح يكون الاشي اللي بتراجعوا هي عبارة عنها كلمة hi every اللي هي الجديدة everybody اوكي هاي ناتجها اما اللي بعدها فهي x dot replace x dot split ايش يعني x dot split هي انو بتفرق بينهم يعني هون split واحط له هيك بروح بمسك كل من string اللي معي اللي هي x وبيعمل بينها فرغات فمثلا هاي كلمة hi everybody بيطبعها هيك h فاصلة i فاصلة e فاصلة بهذا الشكل hi everybody بهذا الشكل اذا هذا الاشي x dot split يعني حط لي بينهم فواصل اوكي طبعا ممكن اني احط بينهم اشي تاني ممكن اني احط فرغات او اشي من خلال اني هون اغير اللي جوا split بس هاد الاشيارة بتعمل فواصل بينهم طيب هلا اللي عندي كمان واحدة اللي هي x dot sub string بكتب كلمة sub s t r sub string يعني بدي تعطيني من هاي string الكبيرة جزء منها اللي هي من عند البوزيشن اربعة فرح يروح يدور لي هاي البوزيشن zero one two three four من عند كلمة very body هذا رح يطبعه فهون اذا بتكون النتيجة اللي هي very body اعطاني sub string من ال string الكبيرة اما اللي بعدها اللي هي نفس الشي sub string بس هون بتغير بالبراميتر اللي بدي احط هون اللي هو بدي اياه اربعة فاصل ثلاث اش يعني يعني من عندي البوزيشن اربعة اعطيني فقط link ثلاث احرف هاي البوزيشن اربعة اللي هو حرف الفي يعدي لي ثلاث احرف واحد اثنين ثلاث اللي هو رح يطبع لي كلمة there اوكي وفي عندي كمان اللي هما x dot to upper case يعني بتحول لي كل كل الاحرف اللي بال x لا لا كبار يعني ل capital upper هون بكتب بس to to upper case وهون بدون ولا اشي بروح بيطبع لي اياه كلها بال high every body اوكي بهذا الشكل واخر واحدة اللي هي نفس upper case لكن تطبع لي اياها to lower case نهياته نهياته case فرح يطبع لي اياها كلها بال نفس الشي رح تضلها اللي هي هاي everybody اوكي هاي بالنسبة ل البلد ان فونكشن اللي بنستمدها من the string object اللي انا هون عرفتها يا اما عندي بلد ان فونكشن بستمدها من the string object اللي هو اسمه new date هاي بالنسبة ل اللي اليوم اللي نحكي عنه اللي حكينا عنه اللي هو string object وحكينا كيف انه استخداماتهم من خلال البلد ان فونكشن مستخدمين بالمواقع لكن مش بكترا يمكن اكتر اشي مستخدم اللي هي document.write اللي sen بذكر الم juego اللي هي ومتقوا وانه اجل التقضيل بالتابع شكرا